موسيقى يبدو أن السعودية تحاول أن تحتل مركزاً استراتيجياً في الملاحة العالمية عوضاً عن قناة السويس هذا وآلنت الهيئة العامة للموانئ موانئ عن تقديم مبادرة لدعم الخطوط الملاحية العالمية العالقة في جنوب قناة السويس على ساحل البحر الأحمر وذلك في حال تحول هذه الصفن إلى ميناء جد الإسلامي وأنزال حاويتها بالميناء وأكدت موانئ في تغريدة لها على موقع تويتر أنه على خطى المملكة الحثيثة في دعمها المحدود نطلق مبادرة لدعم الخطوط الملاحية العالمية عبر موانئ الساحل الغربي لضمان مورنة سلاسل الإمداد العالمية والحركة التجارية البحرية على البحر الأحمر ويتمثل هذا الدعم بزيادة فترة الأعفاء من أجور التخزين لحاوية المسافنة لتصبح 60 يوماً بدلاً من 30 يوماً لمدة ثلاثة أشهر بما يسهم في دعم القطاع اللوجستي العالمي وتسيير حركة التجارة البحرية وذلك بحسب سكوينيوز العربية وتأتي هذه المبادرة تأكيداً على مساهمة السعودية في تخفيف الأثر بعد تحرك السفينة التابعة للخط الملاحي العالمي أفرغرين ومساعدة سلاسل الإمداد والنقل العالمي بالإضافة إلى زيادة مكانة الموانئ السعودية في سرعة التكيف مع متغيرات سوق النقل العالمي وتحدياته وذلك للتأكيد أيضاً على القدرات والإمكانات المتطورة والطاقات الاستيعابية الضخمة التي يتمتع بها ميناء جد الإسلامي القادرة على استيعاب كمية الحاويات التقديرية على تلك السفن دون التأثير على العمليات التشغيلية للميناء هذا ويذكر أن ميناء جد الإسلامي يحتل المرتبة الأولى بين موانئ البحر الأحمر إذ يقع على الشريان التجاري البحري الذي يربط الشرق الأقصى وأوروبا ودول القرن الأفريقي عبر 62 رصيفاً مزوداً بأحدث التجهيزات والتقنيات وفقاً للمواصفات الدولية بطاقة استيعابية تبلغ 130 مليون طن